السلام عليكم معكم دكتور سيدري محمود إريطا بأننا بداخلنا على فصل الشتاء وفي الشتاء المناعة تقل بدرجة كبيرة وتأثر على فئات عمرية كثير مثل الردع والأطفال وكبار السن لا يوجد شيء يا دكتور تقوي جهاز المناعة وترفع جهاز المناعة عن هذه الفئات العمرية طبعا ما صل الإنفلونزا من الحاجات المتميزة والفعالة التي تقوي جهاز المناعة للردع والأطفال وكبار السن ولكن هناك أشخاص لا يحبون الحؤن لكتور منتج فعال ومتميز بيرفع جهاز المناعة اللي هو برونكوفاكسوم كابسول أو أكياس هناك منه الأكياس كما ترون وهذا يستعمل للردع والأطفال من عمر 6 شهور لغاية 12 سنة وستخدم الكيس الكيس نضعه على كباية عصير أو مية أو لبن قبل الفطار لمدة 10 أيام من كل شهر لمدة 3 شهور طيب يعني يا دكتور الكلام ده يعني نحن ندخلنا على شهر 10 عناخد 11 12 13 لغاية 10 10 الشهر اللي بعديه 11 11 لغاية 10 11 الشهر اللي بعديه شهر 12 11 لغاية 10 يبقى خطي من كل شهر 10 تيام يبقى عن كر كم علبة عناخد 3 علب لأن العلبة فيها 10 أكياس تمام؟ طيب بالنسبة للأطفال اللي بيعرفوا يبلغوا احنا جبنا لهم برونكوفاكسوم كابسولات الأطفال زي ما حاتكم شايفين برونكوفاكسوم كابسولات الأطفال كابسولة بيبلغها الطفلة برضو قبل الفطار بساعة ونص ساعة أو لو عايز يفضيها على لبن أو مية أو عصير مفيش مشكلة لمدة 10 تيام من كل شهر لمدة 3 شهور كمان الكبار ما يساهمش فيه برونكوفاكسوم كابسولات للكبار برضو نفس استعمال كابسولات الأطفال ممكن نبلحها أو نفضيها على لبن أو مية أو عصير ويتداخل قبل الفطار بساعة أو منص ساعة لمدة 10 تيام من كل شهر لمدة 3 شهور طيب سواء الأكياس سواء الكابسولات أنا أستعملها لأي فترة زمني يا دكتور زي ما أنا عايز لا هو استعمالها أقصى استعمال ليها هو مرتين في السنة بين المرتين فاصل على الأقل 3 شهور على الأقل فاصل 3 شهور وهذه النقطة مهمة جدا جدا طيب هذا البرونكوفاكسوم عبارة عن ماذا يا دكتور؟ ما مادته ماذا؟ هو عبارة عن أجزاء من البكتيريا المسؤولة عن عدوة والتهاب الجهاز التنفسي فبالتالي لما الأكياس أو الكابسولات خدها الطفل أو الشخص الكبير خدها التالي على تزود جهاز المناعة للشخص عن طريق زياد عدد كرة دم البيضاء فبالتالي عتقوي جهاز المناعة ويهاجم المكروبات اللي عتهاجم الجسم وتسيب الجهاز التنفسي مستقبلا فتعتبر البرونكوفاكسوم كابسولات منتج متميز وفعال في رفع جهاز المناعة كمان المنتج البرونكوفاكسوم مفيد في حياة التهابات جوب الأنفية فعال جدا مفيد في حياة التهاب الشعب الحاد والمزمن وكمان مفيد مع زي ما قلنا المرضى الأطفال والردع وكبار السن عشان المناعة عندهم طعم بتبقى ضعيفة وقليلة طيب يا دكتور لو انا جاي دول برد حالا وخلاص بتيت وخدت موضات حيوية وخدت أدوية للبرد والرشحة وأدوية خفض الحرارة هل ينفع استخدم الأكياس او كابسولات دي؟ اه طبعا ده يفضل كمان لو شخص عنده برد او عنده دور انفلوانزا يستخدم المنتج برونكوفاكسوم في بداية دور برد او انفلوانزا لانه عايزود جهاز المناعة بدرجة كبيرة المنتج دفع عليه متميز وانصحكم ان انتم تاخدوا برونكوفاكسوم كوقاية لكم وكمان اثناء ادوية البرد والانفلوانزا سيساعد معاكم بدرجة كبيرة يارب الفيديو يكون عجبكم ويارب تكون سفادتم السلام عليكم اشتركوا في القناة